اخر حاجة كمان بالنسبة للاستدارات نادي الزمالك لارتا سولار احمد فتوح اكتمل شفاءه والدكتور محمد اسامة طبيب الفريق اعلن جاهزيته كمان حصل كان اعدى ما بين حسام عبد المجيد واسوريو قبل مباراة المقاولون العرب طلب فيها حسام عبد المجيد الاول اعتذر حسام عبد المجيد عن التصرف اللي كان صدر منه وقت مباراة بيرامدز وطلب ان الجلسة تكون ما بين اللاعب وما بين المدير الفني قعد معاه وده كان احد الاسباب الرئيسية اللي خلت اسوريو يدفع بحسام عبد المجيد واعتذر للمدير الفني لكن في نفس الوقت اللي انا عرفته من داخل الفريق بالمناسبة اللي خلى او اللي تدخل لانهاء ازمة حسام عبد المجيد مع اسوريو كان محمد عبد الشافي ويوسف اوباما بقولك بالاسماء في نفس الوقت حسام عبد المجيد بدأ يعني من ناس جوه الفرقة من الجهاز من بعض الافراد داخل الفريق بيشتكي من ان المعاملة مش جيدة من احد افراد الجهاز المعاون دي اسوريو وبالتالي في لقطة حصلت بعد مباراة المقاولين ان لما خرج حسام عبد المجيد او اسمام مباراة المقاولين خرج حسام عبد المجيد وقعد لقطة غريبة جدا برضو ان لم يتوجه اي مدرب او اي فرض من الجهاز المعاون لحسام عبد المجيد ما تواجدش اي حد من الا بالسناعة طبعا الجهاز الطبي دكتور محمد اسوريو ممكن يقولك اه ده الناس كانت مركزها في الماتش لكن بدأ كمان بعض اللعيبة يلاحظوا ده قوة خلال الفترة الاخيرة خلينا نشوف اه الفترة اللي جاية ايه اللي هيتم اه داخل نادي الزمالك